اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في الدنيا ما نلقى مثلك يشهد التاريخ جيل بعد جيل كريم حلو كتير تقول في التعريف عن نفسها امل الانسان لا يعلم خفياها الا الله فانا احب الخير للناس جميعا والصدق واكره النفاق والمجاملات ولا احب ان احقد على احد الا اذا كان يريد بالكويت واهلها الشر انها الشيخة امل الحموض الصباح رئيسة جمعية شباب الكويت الوطنية تتولى رئاسة جمعية شباب الكويت الوطنية وتعتبر ان رعاية الشباب شغلها الشاغل وترى انهم مفعمون بالطاقة الخلاقة وتؤكد ان المشاريع الصغيرة خطوة فاعلة لاستثمار ابداعات الشباب وانهم مؤهلون للتسلم دفة القيادة والمرأة الكويتية بنظرها مثال رائع للعصرية هي العاشقة الكبيرة لوطنها ولأهلها الكويتيين فكان قرارها بالعمل وبكل طاقتها من اجل شباب الكويت انها الشيخة امل الحموض الصباح رئيسة جمعية شباب الكويت الوطنية اشتركواه الرواد والمهرجان والقائمين على هذه الأعمال الخيرية زينا ونشكر الأخت المارية معلوم وأشكركم على تكريمي طبعا وإن شاء الله بالتوفيق وموفقين جميعا ألف مبروك نحنا متابعين احتفاليتنا الليلة والصوت من تونس الخضراء من أرض قرطاش صوت فيه عنفوين على قد ما فيه حب وفيه إحساس بيسيب القلب بأسلوب مباشر سيدة الأعمال الكويتية بسمة سلطان والمسؤول بالقسم الفني بصحيفة إلا في السعودية وعضو لجنة مهرجان الرواد ساعد حريرة بتولو تكريم نجمتنا مساء الخير مساء الخير إلي وإليان مساء الخير بسمة قلت لها الموسيقى رمحمد عبدالوهاب بعد أن التقاها وسمع صوتها بالكويتي بخري صوتتش وهي تصف لقاءها به باللحظة التاريخية التي لم تكن تتوقعها للإطلاق وأضافت أن لقاء هذا أعطاها دافعا معنويا في منشوارها الغنائي بسمع أنا بدي حيييك بدي إليك الكلام اللي قلتي عن نجمتنا لليوم صحيح كتير وبعد كلام كتير بينقال عننا بدي أقول مساء الخير لجميع الحضور مساء الخير لأم تي في مساء الخير لمريا معلوف اللي آمنت دايماً بلبنان وإيمانها وثيق بهيدا البلد وزقف كتير كبير إلى قلة لأنهم آمنة أنه لبنان بعده قادر يعطي نور بعده قادر يعطي حضارة وسط كل هالزروف اللي موجودة وشكراً لكل الوفود العربية الأوروبية والأمريكية اللي موجودة معنا لتثبت أنه لبنان دايماً بلد الحضارة ولا أم تي فيها الشاشة اللي دايماً عم توسق بمهرجان الرواد وعم تنقل هالصورة الحلوة أما عن نجمتنا لليلة يا بسمع فأنا مرح أحكي لا عن أعمالها ولا رح أحكي عن إنجازاتها أنا بدي أقول كلم صغيري عيد بدك شي كيف لبنان وكل أصدقائي كل يوم كانت تدقلي وتقلي كيفك يا سعيد بدك شي كيف لبنان وكل أصدقائي بلبنان اللي بيعرفوها كمان كانت تعمل معه النفس الشي وهيدا بيدل قديش هي فنانة مش بس مهتمة بفنة وبنجحاتها وإنما بالشق الإنساني وهيدا الشي اللي بميزها جائزة الرواد أورز بجدارة كبيرة وبزقف كبيرة كمان للنجمة لطيفة تونسية في رصيدها عشرات الألبومات الغنائية تضم مختلف الألوان الغنائية واللهجات العربية تعاملت مع أكبر الأسماء في مجال التلحين والكلمات في العام 1978 شاركت في تونس ضمن برنامج نادي المواهب كانت من أوائل الفنانين العرب الذين صوروا أغنياتهم على طريقة سينما كليب وأيضا بكاميرا المخرج الكبير عاطف سالم لها تجربة سينمائية وحيدة هي فيلم سكوت حنصور في العام 2001 مع المخرج العالمي يوسف شهين قدمت تجربة الأغنية الفرنسية مع شركة يونيفرسل العالمية وحقق الألبوم نجحات كبيرة بأوروبا والعالم شاركت الفنان ريكي مارتن في مؤتمر أطفال العرب في الأردن عام 2004 وفي العام 2005 كانت بطلة لمسرحية حكم الرعيان الغنائية من تأليف منصور الرحباني أسست عام 2005 مؤسسة لطيفة الخيرية لتكون أول مؤسسة خيرية لفنانة عربية تخصص لدعم أعمال الخير بالوطن العربي وفي عام 2007 ظهرت بشخصيتها الحقيقية في الحلقة السابعة من مسلسل لحظات حرجة الذي حقق نجاحا كبيرا كما تعاونت مع الفنان زياد رحباني من خلال ألموم معلومات أكيدة عام 2007 توزيع روتانا في عام 2011 قدمت برنامج يلا نغني الذي عرض على قناة NBC1 وهو برنامج غنائي يستضيف في كل حلقة نجما غنائيا من العالم العربي هي باختصار المطربة التونسية صاحبة الصوت الذي يعزف على أوتار القلب لطيفة تونسية اشتركوا في القناة مساء الخير جميعاً مساء الخير لبنان الكرامة وربنان العز مساء الخير للسيدة ماريا معلوف وكل القائمين على هذه المهرجان مهرجان الرواد شكراً للتحدي الكبير اللي قاعدين تحقوا فيه لأنه في هذا العالم العربي وفي أيامنا الصعبة كم هو صعب أن يتحدى الإنسان كل هذه الظروف ودائماً لبنان هو السباق لكل التحدي وللمقاومة وللعزة وللشرف فشكراً لكم ودائماً راية الفن والثقافة والإعلام والأدب تأتي من هذه الأرض أرض لبنان العظيم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم ولما في يوليو تموت من فرد أنا ممكن حن عليك هرجع عليك زي ما أنت عايز لما أكيد تتحول كايز والخسر عنيش مات في الفائز ههدى وهرجع عليك بالعرب أنا وإنت لازم ننهي نتكلم لموضوع منهي كده جبنا آخرنا وتكبرنا أنا وإنت خلاص مش سكة باع بالعرب أنا قلبي ما مش قابل إلا إنت تجني ونتقابل بسكة اللي توديه عزي أصل أنا محتاجة شوية باع لما استغنى عن أعصابي أو لما بك أستحل عذابي كل الثلبي هيبقى يجابي وقلبي هيجري وراء لما الساعة في سنة يتمر ولمها هيلغو حروب الجر وما الناس تنشف من الحر أحبك وفق معاه بالعرب أنا وإنت لازم ننهي نتكلم لموضوع منهي كده جبنا آخرنا وتكبرنا أنا وإنت خلاص مش سكة باع بالعرب أنا قلبي ما مش قابل إن إنت تجني ونتقابل بسكة اللي توديه عزي أصل أنا محتاجة شوية باع يا لبا 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 لما استغنى تنزل على الأرض ولما في يوليو تموت من البرد هرجع لك زي ما انت عايز لما أجد تتحول جايد والخسر عنيش مات بالبايد بالعرب أنا وإنت لازم ننهي نتكلم لموضوع منهي كده جبنا آخرنا وتكبرنا أنا وإنت خلاص مش سكة باع بالعرب أنا قلبي ما مش قابل إن إنت تجني ونتقابل بسكة اللي توديه عزي أصل أنا محتاجة شوية باع يا لبا يا لبا يا لبا يا لبا يا لبا يا لبا لما استغنى تنزل على الأرض شكرا للفنانة الكبيرة لطيفة وألف مبروك لبنان مستشفى الشر الأوسط وأطباؤه أكيد رواد ومميزين ودايما بالصدارة رجل الأعمال أسعد الثقال وخبيرة التجميل ليلى عباد بيخبرونا أكتر عن الطبيب اللبنيني اللامع اللي رح يتكرم معنا الليلة ما بتكون بأتم أناقتك إذا ما بتكون عم ابتسم مين يلي قدر يحقق هالابتسامة أو يصنعها ويخلقها فتشت علي كتير كنت عم حط نجوم لكل ابتسمة حلوة ولما حوالت قنعه أنه يفوت ببرنامج بيوتي كلينيك قال لي أنا ما بحب شارك لأنه ما بحب الأعلان بحب شغلي يحكي عني واليوم بيشرفنا أنه يكون الأعلان عم يحكي عنه ويكيفه برصيده سنين العلم والخبرة والإنجاز هو من يجعل بسماتنا أجمل وضحقاتنا أحلى دكتور إليف فارس رائد في مجال تجميل الأسنان في لبنان منذ أكثر من عشرين سنة صاحب عيادة مميزة أخصائية في تجميل وترميم الأسنان تمتاز بالطابع العصري والحديث في العام 1996 طور تقنية فريدة في ترميم الأسنان استطاع من خلالها أن يضمن لمرضاه الحفاظ على أسنانهم الطبيعية مدى الحياة في الوقت الذي كانت تقنيته هذه مرفوضة من قبل مجمل أطباء الأسنان على مدى عشر سنوات إلى أن أصبحت هذه التقنية الوحيدة المعتمدة في لبنان والعالم وأصبح هو من أهم روادها في العام 2006 قد حملت الهوليوود سمايل خلال أكثر من عشر سنوات في دورات تدريبية كانت تنقسم إلى قسمين النظرية منها والتي تقام بمحاضرات في نقابة أطباء الأسنان في لبنان والتطبيقية في عيادته الخاصة في منطقة الحازمية شارك في دوراته التدريبية أكثر من خمسمائة طبيب أسنان لبناني كما أنه حاضر في كافة الدول العربية وبعض الدول الأوروبية والأفريقية وكرم في كل من السعودية والأردن وسوريا والمغرب وقطر ساهم في إنجاح برنامج العرب Extreme Makeover على تلفزيون دوباي بحيث كان الطبيب الأسنان الوحيد الذي عالج على مدى ثلاثين حلقة مرضا عرب ولبنانيين وغير حياتهم مع أهم أطباء التجميل اللبنانيين شارك في برنامج بيوتي كلينيك مع السيدة ليلى عبيد على مدى عدة حلقات حيث لاقت حلقاته رواجا لبنانيا وعربيا نظرا لصعوبة الحالات التي عالجها فاستضافته السيدة ليلى عبيد على أثر نجاح تلك الحلقات في مقابلات تلفزيونية خاصة للاستفادة من خبراته وبرأيه الخاص أن من أهم إنجازاته على كافة الأصعدة أنه أصبح أبا لثلاثة أولاد موسيقى 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 مساء الخير تانكيو ماريا تانكيو الرواد على تكريم كون سمحولي بوقت كتير قصير اختصر حياة المهنية خلال آخر 20 سنة بالألف وتسعمية وستة وتسعين أخذت مع أطباء أسنان لبنانية وعرب أكتر من عشر سنين طيقتنعوا أنه نظرية ترميم الأسنان هي أهم شيء لنحافظ على أسناننا بالألفين وستة عش كمان أخذت كنت أول طبيب أسنان بيجيب السيراميك الأبيض على لبنان كمان أخذت أكتر من عشر سنين لحتالي يقتنعوا كان المجتمع والأطباء الأسنان أنه كل مرة بيحق إلا يكون عند أسنان بيد وهلأ بالألفين وستة عش بيتمنى عليكم كلكم وكلنا أطباء أسنان ومجتمع ما تاخد معنا عشر سنين تانية تانيق تنع أنه أهم شيء هو العائلة تانكيو عائلتي تانكيو لمرضائي تانكيو مبروك دكتور فارس أكيد تستهلح الليلة نحن فخورين بكل شخصية عم تتكرم ومنتمنى من خلال هالإحتفال نكون عم نضوّق أكتر على تمييزة وإنجازاتها صار الوقت أنه نستقبل الإعلام الكبير الأستاذ كاميل منسا والإعلمية ماريا معلوف اللي رح يتوله تكريم رائد من رواد العرب بعالم الأعمال مصرفي ليبي مخدر يمتلك خبرة تمتد إلى أربعين عاماً في القطاع المصرفي له علاقات مميزة مع نظرائه في القطاع المصرفي العربي لم يبخل يوماً بجهده وفكره من أجل النهوض بالقطاع المصرفي في ليبيا كان له مناصب عدة في شبكات المصارف للمصرف الليبي الخارجي في دول مختلفة وعضويات مجالس الإدارات العديدة ومن بينها إيطاليا، إسبانيا، مصر، الإمارات وتركيا تولى إدارة المصرف الليبي الخارجي التي تأسس سنة 1972 وهو أحد المصرف العربية الهامة عن الفترة من 2005 وحتى 2010 يشغل حالياً ومنذ عام 2011 منصب رئيس مجلس إدارة ومدير عام مصرف شمال إفريقيا التجاري بيروت ومجلس الإدارة وقد تبنى في سياسته المحافظة على أصوله ومحققاً أرباحاً رغم جميع الظروف المحيطة بالمنطقة وفي ليبيا باعتبارها أحد أهم الأسواق الرئيسية منذ تأسيس المصرف كان يسعى منذ توليه منصب مدير عام المصرف الليبي الخارجي عام 2005 لاستكمال استراتيجية زملائه السابقين وفمارس به فضلاً لذلك نشاطاته برعاية أساتذة ليبيين معروفين في الأوساط المصرفية العربية من ذوي الخبرات العالية في المجلس المصرفي لتحقيق طموح هو تكتل المؤسسات المصرفية العربية وخلق مؤسسة عربية عملاقة تحقق التواجد والمنافسة في السوق المالي الدولي وهو اليوم يواصل مساعيه من مركزه الحالي للوصول إلى هدف التكتل مع أحد المصارف اللبنانية أو أحد المصارف الشقيقة أو الصديقة إنه المصرفي الكبير محمد نجيب الجمل ترجمة نانسي قنقر شكراً لمنظمي الحفل شكراً لراعي هذا الجمع الكريم شكراً للعالمية ماريا مالوف أنت أزاد الفرصة أيضاً لتقدم بالشكر إلى لبنان الحبيب من بلد ليبيا أيضاً الشكر موصول لزملائي في القطاع البنكي في لبنان الخطاع المميز في العالم العربي وكذلك أنتهز الفرصة أيضاً للتحية لمصرف لبنان المركزي وطاقم والراقي هذا المصرف الرياضي في العالم العربي الذي يجب أن نفتخر به جميعاً تحية خاصة أيضاً لحاكم مصرف لبنان أستاذ رياض سلامة على مجدواته الرائعة في ظل هذه الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة والعالم العربي إخوتي أخواتي إخوتي أخواتي نتمنى في هذه المرحلة الصعبة التي تعيشها بلادي ليبيا نتمنى لها الأمن والأمان ولجميع البلدان العربية كافة أشكركم على هذا التكريم وشكراً جزيلاً لكم شكراً أستاذ الجمال ألف أبروك لابد من التنويه بأنه بانك نأي سي بي كن مسؤول عن إنتاج أغنية ليبيا الوطنية بعنوان ليبيا عز الدني بصوت الفنان الكبير غسان صليبة خلونا نتذكرها سوا ليبيا عز الدني صرخت بطل موجوع ليبيا نحن معك بالوجع والزوع الحفل مستمر ولائحة المكرمين بعدها طويلة رئيس لجنة الاقتصاد في غرفة تجارة زحلة والبقاع ومقدمة البرامج أنجل أمراد رح يتولوا الإعلان عن تكريم شخصية ملفتة من عالم الإعلام العربي من دولة الإمارات العربية المتحدة كاتب وأعلامي وصحفي تميز بي ذاته هو المسير للجدل في حضوره الفعلي وفي العالم الافتراضي خارج التصنيف دائما بعيدا عن التعريف الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي مساء الخير من يتابع سيرته الكتابية في الصحافة أو في مواقع التواصل الاجتماعي يكتشف بلا لبس إخلاصه الجياش لوطنه مهما كانت المخاطر والتداعيات فأعداء الإمارات هم أعدائه ولو كانوا أقرب الأصدقاء وأصدقاء الإمارات هم أصدقائه مهما كانت الاختلافات المتميز الشغوف بالحق المسير للجدل في حضوره الفعلي وفي العالم الافتراضي الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي شاب طموح استطاع خلال مشواره في عالم الإعلام أن يحقق لنفسه موطئ قدم ووجودا ملموسا ومؤثرا من خلال إطلالته التلفزيونية المتميزة وأدائه الرصين مقدما للبرنامج الإنساني يا زارع الطيب بدأ مشواره الإعلامي مذيعا في إزاعة إمارات أفام ثم اختير للعمل مقدما لبرنامج سهارة الأسبوعي على قناة تلفزيون أبوظبي الإمارات ثم التحق بالتلفزيون وقدم البرنامج الشبابي موترك شوه على قناة أبوظبي الإمارات ومن ثم اختير للإشراف العام على مسلسل أوراق الحب بعدها عمل مقدما لبرنامج المصابقات The Phone على قناة أبوظبي الأولى للمرة الأولى وهي النسخة المعربة عن برنامج المصابقات الهولندي الحاصل على جائزة أمي للبرامج المتميز الشغف بالحق المثير للجدل في حضوره الفعلي وفي العالم الإفتراضي الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي ألف مبروك للإستاذ حمد المزروعي وبسلم الجائزة عنه المستشار الاقتصادي في سفارة دولة الإمارات هيثم الطبش نيابة عن أخونا حمد المزروعي بشكر القائمين على جوائز الرواد استثمارية معلوف ونتمنى لهم المزيد من التقدم ونتمنى للبنان المزيد من الإزدهار والأمان وألف شكر ألف مبروك ونحن متابعين احتفالنا بالرواد الليلي والمكرمون من مختلف المجالات والقطاعات ومن الإعلام مننتقل إلى الصحافة المكتوبة مقدمة البرامج ران سبتة والصحافة بجريد الرواد خليل القاضي بكرموا زميل بمهنة المتاعب أكيد بيفتخروا فيه الصحف المثير للجدل صاحب الألم الساخر بكتاباته جانب إنساني فهو المسؤول عن صفحة شبه أسبوعية بجريدة الوطن تهتم بمساعدة المحتجين بحيث بيقوم بإصال طلباتهم للأشخاص المعنيين أو الجهات المسؤولة بر الرفض لإنكاروا كتابته لأحد المقالات المثيرة للجدل قائلاً طوال 30 سنة تعود الناس مني المصدقية فكيف أنفي مقال كتبته وذكر أيضاً أن الجريدي من حق رفض المقالة كما من حق نشرها في أي مكان آخر هو الكاتب فؤاد الهاشم كاتب كويتي يعتبر من أشهر الكتاب في الكويت والوطن العربي وهو كاتب عمود علامة تعجب في جريدة الوطن الكويتية ويعتبر من أكثر الصحفيين العرب إثارة للجدل لطالما كان عمود علامة تعجب هو ما يميز الصفحة الأخيرة من جريدة الوطن الكويتية ولكن لم يدم ذلك ففي 13 أذار 2013 تم نشر مقالة له عبر موقع إلكتروني بعنوان أحمد الفهد الشيخ الذي احترق بعد أن تم منعها ينشر الآن مقالاته في صحيفة البلاد البحرينية والعرب والرأي العام وكذلك في موقع كتاب الإلكتروني في نيسان 2009 وتزامناً مع حل مجلس الأمة الكويتي من نفس العام بدأ الكاتب برنامجاً تلفزيونياً أسماه ساعة تعجب وذلك على قناة الوطن وتحول من كاتب صحفي إلى مذيع إعلامي ومحاور لقاءة تلفزيونية هو الكاتب الصحفي المثير للجدل الساخر في كتاباته فؤاد الهاشم تسمي لي معنا الجيزة مديرة مكتبه السيد الشيخة أحمدي الحضور العزيز أنقل إليكم تحيات الكاتب الكويتي فؤاد الهاشم الذي لم يستطع الحضور لحفلكم هذا لأنه صحفي عربي والشبهة تلاحقه في المطارات العربية هذه هي هموم زملاء الصحافة من الكويت إلى بيروت ننقل لكم تحياتنا جميعاً شكراً لكم شكراً لألك وألف مبروك امتبعين بهالأمسي المميزة من ألف بيروت والشخصية المكرمة من أرض العراق يلي ما تعبت الضج بالموسيقيين والفنون ولتعبت تلهم أبنائها وتكون مصدر إبداعهم وركيزة نجاحهم بترك سعادة السفير اليمنى على الديلمة ومدير التحرير مجلة الحسناء ريتا منصور يعلنوا عن اسم الفنين العراقي المكرم مساء الخير عندما يتحول الإلهام إلى فن راكن يجمع بين الغناء والتلحين والعزف باستخدام القتار الغربي والفولكلور العراقي ويدفعنا إلى ترداد أشهر أغنيه الخالدة ما ليشغل بالسوق عندما يكون الإنسان حاضراً للمشاركة ويطلب منه التكريم فإنه يزداد فرحاً لمشاركته في إرسال رسالة البهجة والفرح خصوصاً وأنها فرح في ظل أوضاع نعيشها أوضاع حزينة وأوضاع مآسي ولكن يجب أن تكون رسالتنا رسالة فرح ورسالة تكريم إنه المبدع الفنان الهام المدفعي مغنن وعازف عراقي هو من الأوائل الذي قاموا بإنشاء فرقة موسيقية في العراق عرفت باسم الأعاصير انتقل بعدها إلى إنجلترا لدراسة الهندسة لعب هناك مع فرقة موسيقية في البيت البغدادي في لندن وعاد إلى بغداد عام 1967 وقام بتشكيل فرقته الموسيقية حيث كان يدمج بين عصف الجتار الغربي والأغنية الفولكلورية العراقية إنه الخطار الآتي بالفرح والحب من الرصافة والكرخ حاملاً آلام التهجير القصري والنفي من العراق إنه بكل بساطة إلهام المدفعي موسيقى 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 شكراً 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 شكراً